تمام اه كما واضح في الشكل امامكم سير سيرة هوت بيتحرك بسرعة ثبتة والسير دي بيلف على الجزء او الطبعة العلوية من الزيت دي بيلف زي ما هو واضح امامنا كده او زي ما انا موضحه هنا ايه كده تمام كده وبقول لك زيت اللي زوجة اللي هو ايه اللي هو الزيت يعني اللي هو الميو اللي زوجة الزيت اللي هو الميو تهام بقول لك يعني ايه بقول لك يعني الترجمة بقول لك يعني بفتراض ان شكل السرعة خطي بقول لك بفتراض ان شكل السرعة هنا عندي هي بقى ايه خطي تمام اللي هو في الزيت ففاول مطلوب عاوزك او بيقول لك اظهر صيغة بسيطة للباور اللي هي القوة اللي بتحرك السير اللي هي بتحرك الايه السير ده اللي بتبقى المطلوبة دي بتكون ده اللي يعني يعني اللي بتكون في الاتش والال والفي والبي والميو وبقول لك ايه احتكاك الايه الهوى تاعم كده هنا بتكون بالوط يعني هنا وط ماشي از ريكوارد اف زابيلت موفز ات اا اتنين ونص ايه متر عالثاني يعني المطلوب هنا اصلا القيمة او المطلوب الباور اا اذا كان السير الباور يعني المطلوبة عشان السير يتحرك بسرعة ايه اتنين ونص متر عالثاني تاعم وده وازنة بنوع يعني ايه بتاع الزيت ان الزيت دي كان عند اا عشرين درجة اللي زي سخنته يعني او او كلام من ده فده حاجة ايه دي نوعية للزيت يعني اللي هي من الميو والال والبي والاتش والحاجات ايه دي فنجي بقى نفسر اول مطلوب نجي بقى نظهر له الصغة بتاعة الباور اللي هي في اول جزء ده مش الباور عبارة عن القوة في السرعة تمام والقوة ديت مش عبارة عن اللي هي بتاعة الايل اللي هي الي هي في الاريا عبارة عن الطول في العرض اللي هي البي في الال ده عظيم والفي هي تام هاجة بسط الدنيا هنا قال لي ان الميو في الفي تربيح في البي في الال لعلقيتش جبت له الصغل اللي هو ايه طلبها عشان اعود واجيب الباور اجي هنا بكل بساطة اعود عن قيمة الميو وعود عن اه اعود عن الفي تربيح دي وعود عن البي والال والاتش واطلع له الباور بالوط زي ما واضح اماما بس الحاجات ديت انا كنت كاتبها يعني كحاجة كتوضيح عشان بس افتكر اتكلم في كزا مش شرط يعني انك تكتب له وتعود تكتب الكلام دي انزل بالحل بدل انت فهمت المغزى بتاع المسألة انزل بالحل بالسليوشن على طول ونشوف بقى مسألة تانية زي فلوسلي